أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث زيارة إلى صنعاء هي الأقصر منذ تسلمه مهام منصبه أوائل العام المنصرم ولا نتائج معلنة حتى هذه اللحظة بشأن الملفات التي جاء لبحثها مع الحوثيين وما سوف يحمله من مواقف إلى الرئيس هادي وحكومته في الرياضة وطبقاً للمعلومات الواردة من صنعاء فقد اضطر المبعوث الأممي على ما يبدو إلى أن يخوض نقاشاً مع القيادات الحوثية حول القضايا ذاتها التي افترض أن اتفاق سوكهولم قد حسمها لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اللحظة فيما لا يعلم بعد ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيقدم دعماً جوهرياً للمبعوث الأممي على نحو يمكنه من تجاوز المهددات الخطيرة لاتفاق سوكهولم قيادات في ميليشيا الحوثي أظهرت في تصريحات لها استمرار الإشكاليات المتصلة بتنفيذ اتفاق سوكهولم بشأن الحديدة ما يضع المفاوضات المقرر أن تعقد نهاية هذا الشهر أمام مصير مجهول فهذا رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي يغرد عشية مغادرة غريفة لصنعاء عن أنه لا اتفاق مع المبعوث الأممي بشأن مكان عقاد المشاورات المقبلة في مقابل ادعاءات باحتجاز بواخر مرخصة من الأمم المتحدة وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة مستنتجا أن ذلك يؤكد رفض من يصفه بتحالف العدوان لقرار مجلس الأمن رقم 2451 في وقت أوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن اللقاء الذي أجراه المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي قد تناول الاستعدادات للجولة المقبلة والتحضير لها بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح مع تأكيدات من زعيم الميليشيا على أهمية الإفراج عن الأسرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في ستوك هولم وصرف المرتبات في عموم البلاد وفتح مطار صنعاء الدولي كما أكد أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاق ستوك هولم والبدء بتنفيذ الخطوات المتعلقة بالتهدئة في تعز بصمت دخل غريفث إلى صنعاء وبصمت خرج منها دون تعليق عن نتائج الزيارة وعما سوف يحمله إلى الرياض أيث من المقرر أن يسمع المواقف الاتهامات ذاتها بعرقلة اتفاق ستوك هولم من جانب الحوثيين الأمر الذي يولد المزيد من التحديات أمام مساعي المبعوث الأمم إلى جمع طرفي الصراع لجولة مفاوضات مقبلة